اشتركوا في القناة وترأس القداس باتريارك القدس للاتين بير باتيستا بيتسيبالا بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي في بيتجالا والشمامسا وفي مستهل إعظته رحب الباتريارك بيتسيبالا بالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء والشخصيات الرسمية الحاضرة في القداس وأكد أن بيت لحم متحدة هذا اليوم بمسلميها ومسيحييها تعيش ووقاتا من الفرح والبهجة بعيد الميلاد رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه المدينة وسائر الأرض المقدسة وشدد على أن الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه البلاد لا يجب أن تدفعنا للاستسلام متمنيا للجميع عيد ميلاد يحمل الطمأنينة والسلام وقال الباتريارك بيتسيبالا إن رسالتنا هي رسالة المسيح المحبة والسلام للعالم زينت شجعة الميلاد ساحة كنيسة المهد التي توافد إليها آلاف السياح والحجاج والمحتفلين بعض المتواجدين هنا حققوا حلمهم بزيارة مدينة بيت لحم مدينة يسوع المسيح أنا أصلي من حيفا صار لي بالهجرة 47 سنة وهي أول مرة بحياتي بحتفل بعيد الميلاد من لما تركنا الوطن أول مرة في بيت لحم فشعور كثير مميز بعرف كيف أوصفه بس كثير مميز وكثير سعيد أن أكون هنا مش مصدق حالي يعني بالنسبة لي هذا حدث تاريخي ومنهم من قدم إلى المدينة ضمن زيارتهم التاريخية لفلسطين وعاشوا فيها هذه البهجة التي أضفتها النشاطات الثقافية في ساحة المهد أجواء رائعة يعني قدمنا هذه ثلاث أيام نحن قدمين من المغرب وفارحين جدا من الأجواء والمناسبات وأجواء تريح وتجعلنا نريد أن نرجع هنا مرة أخرى تعيش مدينة بيت لحم في هذا العيد حالة انتعاش اقتصادي بتوافد أكثر من عشرة ألاف سائح إلى فنادق المدينة التي استنفذت أكثر من 95% من ساعتها أنا أحب المدينة كثيرا التاريخ والناس ونحتفل مع أصحابنا وأعزاؤنا النصارف مري كريسمس للجميع وبالتزامن مع نشاطات ساحة المهد حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قداس منتصف الليل الذي تم في كنيسة القديسة كاترينا للاتين والمحاذية لكنيسة المهد فيارباتيستا بيتسابالا بطريار قلاتين القدس هو من ترأس قداس منتصف الليل وفيه أكد على ضرورة عدم الاستسلام رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها فلسطين بسبب الاحتلال عاد مهجروا كفر برعم إلى قريتهم المهجرة في صباح عيد ميلاد السيد المسيح كما كل عام للاحتفال ولإقامة الصلاة في كنيستهم الباقية على أنقاض القرية المهجرة حيث قرعت الأجراس وأقيمت صلاة الميلاد على أمل تحقيق حلمهم في حق العودة عيد الميلاد هو الميلاد المسيح الميلاد المحبة الميلاد الرجاء وعيد الميلاد هو صرخة للرب بميلاد المسيح على أنه صرختنا كمان تنسمع للي لازم يسمعها وتكون هي صرخة رجاء وصرخة عودة لكفر برعم كل يوم باجعة برعم لأن خلقت فيها وجدودي فيها وأهلي فيها وكل العالم فيها وأغلى إشي في الدنيا عندي هي برعم العشرات من من هجروا إلى عدد من البلدات العربية المجاورة عام النكبة يجتمعون على حب برعم المهجرة في عيد الميلاد المجيد تأكيدا على رسالة المحبة والتسامح وتمسكا في حقهم العادل في العودة إليها برعم بلدنا حبها غالي أبيات شعر ولحن موالي يا ملعبي وفرحة أيام الصبا فيك يضحكنا بصوتنا العالي كيف بديش أحبها؟ برعم بلدنا حبها غالي أبيات شعر ولحن موالي يا ملعبي وفرحة أيام الصبا فيك يضحكنا بصوتنا العالي يا ملعبي وفرحة أيام الشباب بأرضك أنا ما شفت حالي هجروني زعبوني من بلدي ما شفت حالي يقولك ليكي حنيني بيشدني طال العيال على أرض برعم التي هجر أهلها منها عام النكبة يجتمع المهجرون منها كما كل عام ويرفعون على أرضها الصلاة تأكيدا على رسالة السلام والمحبة وتجسيدا للحق غير القابل للتصرف بأجواء من المحبة والتأخي وبمشاركة الألاف من مدينة البشارة وزوارها من مختلف البلدات العربية وبحضور جموع السائحين الوافدين من خارج البلاد أحيت جمعية الموكب مسيرة الميلاد التاسعة والثلاثين في مدينة الناصرة من مدينة البشارة من مدينة المحبة من مدينة السلام من المدينة المميزة منبع أحلى تحية ومحبة ومعايدة لكل العالم وكل عام وانتوا بألف خير نحن نحتفل بعياد الميلاد عيد رأس السنة عيد رمضان لأن هذه الناصرة هذه الناصرة مدينة اللي عائلة واحدة وبيت واحد كلها للناصرة بيت واحد عم نشوف الأجواء يلي بتجمع أبناء البلد الواحد بغض النظر انتمائتهم ليعطوا رسالة محبة مش فقط للناصرة وضوحيها وإنما لكل الأرض المقدسة خصوصاً أنه اليوم ترتبط البشارة بالميلاد الناصرة مع بيت للاحم يلي منصلي الهولة لتظهر هي كمان تعيش الفرح فرح يسوع المسيح الذي أتى لأجوان يعطينا الحياة العجواء كتير بتجنن هنا بديانا وكل سنة وإنتوا سالمين والله يهد بال الجميع وإن شاء الله نفوت سنة جديدة خير وسعاد انطلقت المسيرة من مقام السيدة العذراء مروراً بشارع بولوس السادس وانتهت في منطقة الكنائس شريع الكزانوفا حيث شارك في المسيرة المطارنة ورجال الدين وبلدية الناصرة بطاقمها والمؤسسات والجمعيات برفقة السيارات المزينة والبالونات لتتميز وتتزين الشوارع بجمعية الموكب وما قدمت من فرق موسيقية وفنية مدينة الناصرة أجواء حلوة وهذه مدينة البشارة كمان مدينة مميزة مقدسة عالمية هي مدينة الجامعة الأبيض أيضاً مدينة السلام أجواء مميزة للأطفال للناس الناس بحاجة للفرح والسرور عن جد ترجع المحبة بين الناس هذا شيء مهم جداً كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسنة الميلادية المجيدة سنة مباركة من هذه المدينة مدينة البشارة مدينة السيد المسيح نبعث بالسلام بالمحبة بالأمل نرى البسمة على وجوه الأطفال نرى البسمة طوف الشوارع هذه المدينة هذه المسيرة التقليدية منذ أربعون عاماً تطوف شوارع المدينة نرى الزوار من كل حد وصوب أتوى لهذه المدينة من جميع البلاد رسالتنا هي أن نكون بخير أمن وأمان داخل مدينة الناصرة وداخل مجتمعنا العربي الأجواء كتير حلوة وكل شيء تمام وبرائع يعني وكل سنوء أنت سالمين العام أنتوا بخير وإحنا اليوم كتير موسطين في الرابع والعشرين من كانون الأول تتجمع كافة أطياف مدينة الناصرة والمنطقة لإحياء مسيرة ميلاد بمشاركة جمهور غفير لترتسم الضحكات على وجوه الأطفال خاصة وأن مسيرة الميلاد الناصراوية تعتبر من أضخم الأحداث السنوية التي توحد كافة أبناء المدينة خلف رسالة المحبة والسلام هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي بحلول أعياد الميلاد المجيدة وأعرب فتوح في بيان صحفي عن أمله أن تعود هذه المناسبة وقد تحققت أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وأن نحتفل بهذا العيد في الأعوام المقبلة وقد زال الاحتلال وظلمه عن أرضنا وحل السلام والعدل في أرض السلام كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاتفاق بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية ينص على إعطاء ابتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف تهويدها وفي المقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى هذه المناطق للتضييق على العرب وأشارت هارتس على موقعها الإلكتروني أن برنامج حزب الصهيونية الدينية الانتخابية الذي سيطبق على أرض الواقع يهدف إلى تهويد الجليل والنقب من خلال إعطاء اليهود امتيازات اقتصادية كثيرة خاصة لمن أنهو خدمتهم بالجيش وتوسيع قانون لجان القبول في البلدات اليهودية الصغيرة لمنع العرب من السكن فيها وذلك بالاعتماد على قانون القومية الذي أقر تطوير البلدات اليهودية فقط ولفتت إلى أن هناك امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات اليهودية من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قوميا وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات ضريبية على سبيل المثال وهذه المناطق لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب يذكر أن لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي كانت قد قدمت عام 2006 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الدولة لانتهاجها العنصرية ضد البلدات العربية ولم تدخلها ضمن الامتيازات في التعليم وعام 2021 قدمت منظمة عدالة التماسا باسم سبع سلطات محلية في المثلث لعدم شملها بالامتيازات في التعليم وقبل شهر ونصف ادعاة ممثلة الدولة في المحكمة أنه يتوجب على الحكومة الجديدة الرد على الالتماس المقدم أظهر استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الرسمية كان تشاؤم الإسرائيليين من الحكومة الجديدة الذين يعتقدون أن وضع إسرائيل سيزداد سوءا مع نهاية ولاية حكومة نتنياهو السادسة ووفق الاستطلاع فإن 42% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه في نهاية ولاية الحكومة الجديدة التي تبلغ أربع سنوات سيكون الوضع في إسرائيل أسوأ مما هو عليه الآن ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فإن الجو التشاؤمي يبقى قائما حتى عند فحص المعطيات بين ناخيبي كتلة نتنياهو هذا وتظاهر آلاف من الإسرائيليين في مدينة حيفا ضد نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم الأحزاب الحريدية والمتدينة وشخصيات من اليمين الدينية كما وشهدت تل أبيب والقدس تظاهرات أخرى منددة بالحكومة الجديدة التي تتشكل من قوى متطرفة أفادت صحيفة يدعو تحرانوت أن 14 جندياً إسرائيلياً أقدموا على الانتحار منذ بداية عام 2022 خلال تأديتهم الخدمة العسكرية وتعتبر هذه المعطيات هي الأعلى منذ خمس سنوات وأفق المعطيات الواردة فإن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي الارتفاع المتواصل في الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية حيث سجل في عام 2015 طلبات بلغت نسبتها 4 فارزة 5% تطلب الإعفاء من الخدمة بسبب الأوضاع النفسية وارتفعت الطلبات لتصل إلى 8 فارزة 5% في نهاية عام 2020 أفادت القائمة العربية الموحدة في بيان أن وزارة الإسكان قامت خلال الأسبوع الأخير بنشر نتائج النداءات التي تتعلق بتمويل 111 مشروعاً لإقامة مباني عامة وتطوير أراض عامة في البلدات العربية بميزانية تبلغ 146 مليون شيكل من خطة تقدم التي حصلتها الموحدة ضمن اتفاقياتها الإتلافية في دورة الكنيسة السابقة وبموجب هذا القرار سيتم تحويل 116 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية لتنفيذ 80 مشروع تخطيط لمباني عامة جديدة والاستكمال مباني قائمة ولإقامة مباني عامة جديدة كما سيتم تحويل 30 مليون شيكل للسلطات المحلية لتمويل 31 مشروعاً لتطوير أراض عامة في البلدات العربية كما أكدت القائمة العربية الموحدة أن وزارة المواصلات بدأت في تنفيذ مشروع تحويل شارع رقم 2 الساحلي عن مصاره قرب قرية جسر الزرقاء لإتاحة المجال من أجل توسعة القرية مع العمل على تطوير مدخل القرية وإقامة شبكة شوارع في المفرق الجديد بما يلائم احتياجات البلدة وتطويرها نهاية أسبوع دامية شهدها المجتمع العربي وأصفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في عدد من جرائم القتل التي شهدتها البلدات العربية حتى نهاية الأسبوع المنصرم قتل الشاب موسى علي الأعسن من النقب جراء تعرضه لإطلاق نار في موقف للسيارات في بلدة رعيم المحاذية لقطاع غزة بعد منتصف ليل الجمعة السبت كما وأصيب شاب آخر في العشرينيات من العمر بجروح متوسطة كما وقتل الشاب سابر اغبارية من أم الفحمة في العشرينيات من عمره مساء الخميس من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بالقرب من بلدة كفر قرع في منطقة المثلث ووقعت هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من مقتل الشاب مهران بخيط من الناصرة في جريمة إطلاق نار وقعت في حيفا وفي جريمة منفصلة أصيب فتن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي مساء الجمعة هذا وأصيب شاباني من كفر قرع وآخر من بردس حنة في العشرينيات من أعمارهم بجروح خلال شجار وقع في ملها ليلي في زخرون يعكوف الجمعة الماضية ومنذ مطلع العام الجاري بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ماء وسبعة قتلى بينهم 12 امرأة بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية هدمت السلطات مساكن أهالي قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقاب وذلك للمرة الحادية عشرة بعد المئة على التوالي قاموا بمصادرة الملابس قاموا بصادرة الخيش نخذوا يا زلم الخيش البطنية الهدوم السروال البنطلون القميز ما خلوا الشيء الغسالة الثلاجة الغاز جرام هذا مو حكومة هذه جرام وهذا أول الحكومات هذي يعني اليوم كل الموجودين بقولوا احنا اللي ودنا كل انت عربي في كل منطقة لازم تعيز زي ما احنا ودنا لا ولا ولا احنا غيرا نعيز زي ما احنا ودنا لان فيه الله فوق وهو اللي ركب الرأس وهو اللي بيقطعه اليوم قوات الهدم والدمار زارة العرقي بطريقة سلبية جدا قوات الهدم كانت مبالغ فيه من احد قوات شرطة او سيارات شرطة قاموا باخذ ما هو الاهالي والمقبرة الاسلامية بهدم الخيام بهدم البيوت باخذ المياه واكد اهالي العرقيب وناشطون ان ممارسات السلطات الاسرائيلية والسمرارها بهدم مساكن اهالي القرية لن تثنيهم عن البقاء والصمود على ارض الاباء والاجداد ودعوا الجماهير العربية وكافة الاحرار الى مساندتهم والوقوف الى جانب الاهل امام مخططات الاقتلاع والتهجير نعم ما يحدث اليوم من اعتداء على المقبرة وعلى الاهل في العرقيب هو اجرام دولة بشكل واضح من يرى هذه القوات الكبيرة من الشرطة والتعداد في هذه القوات والخيول وكل انواع المعدات الشرطية هذا بحد ذاته يعتبر اعلان حرب على الاهل في النقب واستنكرت بلدية رهط عملية الهدم وقررت اعادة بناء المصلة وبناء معرش وتجهيز الشارع المؤدي للمقبرة من شارع اربعين حيث صدرت الاوامر لقسم الهندسة تصليح الطريق المؤدية للمقبرة ووضع مراحيد متنقلة وخزان مياه اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين المسجد الاقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلية وافادت الاوقاف الاسلامية في القدس بان عشرات المستوطنين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته ضمن تقوص عيد الانوار اليهودية وافرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين للأقصى واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية ومنعت دخول بعض الشبان اغرقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عشرات المنازل ومئات الدنومات الزراعية شرق غزة جرأ فتحها عبارات مياه الامطار المقامة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة وغمرت المياه منازلا في احياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزواعدة والبريج وانصيرات وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس وشوارع رئيسية وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة والحاق اضرار مباشرة في اراضيهم وازال المواطنين وطواقم الدفاع المدني بمحافظة الوسطى في قطاع غزة خطر سقوط الواح مادنية زينكو باحد المنازل في دير البلح اضافة الى غرق شارع مستشفى شهداء الاقصى بفعل غزارة الامطار وفتح الاحتلال عبارات البيه حرمت عاصفة رافقتها ثلوج كثيفة ورياح قطبية عاتية حوالي مليون منزل من الكهرباء في الولايات المتحدة الامريكية بينما علق المسافرون جراء الغاء الاف الرحلات الجوية عشية عيد الميلاد وتأكدت سبعة عشر حالة وفاة على الاقل مرتبطة بالعاصفة في ثماني ولايات فيما شلت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمدة معظم ارجاء البلاد بما في ذلك مناطق الجنوب ذات الحرارة المعتدلة عادة لليوم الثالث على التوالي وفي ولاية نيويورك التي تعد الاكثر تأثرا نشرت الحاكمة كاثي هوتشل الحرس الوطني في مقاطعة اري ومدينتها الرئيسية بافالو وذكرت السلطات بان اجهزة الطوارئ لم تعد قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة الناجمة عن السقيع وحذرت خدمة الارصاد الجوية من احوال طقس مميتة وحضت سكان المناطق المتأثرة على التزام منازلهم وافادت بان الرياح ادت الى انخفاض درجات الحرارة الى نحو ثمانية واربعين درجة مئوية تحت الصفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قد هذه هي جاهرة أنت مصدق لايرن اشتركوا في القناة